وأن العسر لا بد أن يعقب للمؤمن بيسر لكن ما هذا اليسر؟ هذا اليسر إما رفع للعسر وإما تصبير عليه والله أعلم وأحكم بما ينفع العبد فقد يرفع الله العسر عن العبد ويزيله وقد يرفع أثره ويصبر العبد عليه ويثيبه على ذلك والله حكيم عليم ولذلك يا إخوة نجد بعض الناس الذين لا يدركون هذا إذا ابتلوا بالمصائب والبلاء وطال عليهم الأمر يحصل عندهم شيء من الجزع ويحصل عندهم شيء من الشك إما في أنفسهم وإيمانهم وإما في ربهم والعياذ بالله ولو أدركوا الحق لعلموا الخير أين يكون وإذلك يا عبد الله يا عبد الله إذا ابتليت فاصبر على البلاء إذا ضيق عليك فاصبر على الضيق واعلم أن مع العسر يسرى وهذا اليسر لا تدري متى يكون فقد يكون في الدنيا قريبا جدا وقد يصبرك الله على هذا البلاء ولا يرفعه عنك حتى تموت لأن رفعتك في الآخرة تكون بذلك والآخرة خير لك من الأولى وقد يعلو الأمر ببعض من يبتليهم الله حتى يرزقهم الله الرضا وهو فوق الصبر وقد يعلو الأمر ببعض من يبتليهم الله حتى يرزقهم الشكر وهذه منزلة عظمى ترجمة نانسي قنقر